السؤال بتردد كتير وعادةً بيحرج الأهل لما بيكون عند الأطفال مواهب أطفالنا عندهم مواهب مختلفة وكل موهبة بتكون هي لها الطفل هذا بتطور له شخصيته وبتعطيها كاكتفاء ذاتي وبتخليه يصير واثق من نفسه وعنده تأدير ذاتي فإذا إحنا بننق معها هاي الموهبة لأنها بتحرجنا مثل مثلاً عندي إسا السؤال إنه طفلي موهوب إنه بيحب الديناصورات بيمشي مثلها بعمل أصوات مثلها بقلدها هاي موهبة فشو إحنا بنعمل كأهل بنقوله لما نطلع بره بلاش تعملها لما نطلع بره بلاش تفرجي هاي الموهبة بتبعتك هدا مش مزبوط هدا غلط المواهب عند أطفالنا إحنا لازم نتباه فيها ولازم نقدرها ولازم نفرج يقدش إحنا محترمينها ولما بننق معه ونمنعه هدا مش مزبوط لأنه ساعتها بيخلي الطفل يفقد ثقته بنفسه فهدا الطفل اللي موهوبة إنه بقلد ديناصورات أنا بدي أوفر له بيئة من ديناصورات بازل ديناصور قصة ديناصور وأنا بالصدفة عندي قصة صور ديناصور اللي فيها كتير حلو إنه يصير يمثلها وأصير أنا أفردها على العائلة وعلى الصحاب كيف أعرض موهبته أخليه يثق بنفسه أخليه يقدر تميزه مش بس طبعا مش بس إنه أنا بدي أفرجيه أو أوله ثقته بنفسه بموهبته هاي وبس لا في عنا تلات جوانب لازم إحنا نقدرها بأطفالنا في جوانب جسمانية إذا كانت موهبة اللي بعمل حركات جسمانية رياضية إذا كانت موهبة عطفية اللي فيها هو كان ضابط بعض الأحيان يعني ضبط شعوره كان قبل إنه يتنازل قبل إنه يتعاون قبل إنه يتكير قبل إنه يشارك بألعابه هذا كمان جانب كتير مهم وجانب تالت مهم اللي هو الفكري إحنا العربي كتير منحبوا هذا الجانب جانب الفكري اللي مش بس من المدرسة هو كمان يطور الجانب الفكري بتركيب لعبة باتباع خارطة بحزازير يفتش على حزازير اللي فيها يطور الإثارة الفكرية تبعته وهون إحنا منكون وفرنا بيئة ثرية لطفلنا بموهبته بجانبها واحترمناها ومدحناها وعرضناها وخلناه كتير يتفخر فيها ويطورها وعطناه أمان وحب هدول الحاجات عطفية ضروريات وإحنا نموذج لإله اللي صار بالنسبة إله كطفل إنه أنا بدي أسير زيك بابا أنا بدي أتعلم منك بابا أنت مثل الأعلى وهيك إحنا منكون عملنا له أو وفرنا له كل الجوانب اللي لازم يطور فيها شخصيته